الأمس لك وغدا عليك إنما كله تحت صقف الحوار فبعد ظهور المباشر للرئيس سعد الحريري من بيروت في الذكرى العاشرة لاغتيال والده يطل الأمين العام لحزب الله السيد حصل نصر الله عصر غدا في إحدى أهم المناسبات الحزبية التكريمية للشهداء وأول تحدي أمام خطاب السيد هو قدرة المناصرين على السيطرة على بنادقهم ومثدساتهم والاكتفاء بإطلاق البالونات الاحتفالية والالتزام بدعوة سيدهم إلى الامتناع عن إطلاق النار أما من احتفلوا بالـ RPG يوم أمس فإنهم تحت مراقبة وزير العدل الذي سيأتي بهم طلقة طلقة وهو الذي ما تعود حماية المروعين سياسيا ليس من المتوقع أن يطلق نصر الله النار طالما أن الحوار قائم فهو يدرك أن عنوان خطاب سعد الحريري هو التمسك بحبل التلاقي أما بقية العناوين الهجومية على الحزب التي أطلقها زعيم تيار المستقبل فهي لزوم الجمهور واستدراج التصفيق لكن هذا الجمهور صفق لشيء وغابت عنه أشياء فلم يمتلك الحريري القدرة على مكاشفة الرأي العام في حقيقة الأموال التي كانت تقدم كرشوة لمسؤولين سوريين والمستغرب أن يكون المرتش أكثر جرأة في تصحيح الأرقام إذ أوضح لواء الركن رستم غزالي أن عبداللطيف الشماع أورد مبالغ مغلوطة أمام المحكمة الدولية وأنه كان يتقاض 300 ألف دولار شهريا وليس 50 ألفا والأكثر غرابة أن دول العالم تدفع مبالغ طائلة لتجنيد العملاء وتطويعهم بينما كان مسؤول هذا البلد عملاء للسوري ويدفعون له عمالتنا نشتريها لكسب السلطة والارتزاق منها ولتحويل ثروة المليارين قبل الحكم إلى 16 مليارا و700 مليون دولار بعد الحكم بضربة سرايا فهل يأتي زمن أو حكم يحاسب الراشي والمرتشي؟ فإذا كان ثمن أصغر الضباط وأوضاعهم 300 ألف دولار شهريا فأي ثمن دفع إلى نائب الرئيس عبدالحليم خدام وأي مبالغ استحصل عليها غازي كنعان وطمرها تحت مفتاح مدينتنا أموالنا الموزعة رشا على الموبقات السورية تستحق محكمة تطقيق لتنفيذ زمن رفيق الحريري الذي كان قائما على دفع البلاء إلى البقاء وإلى زمن الشهداء حيث تعود الجديد إلى ليلة الثامن عشر من شباط فبراير عام 2008 وتدخل شقة الشهيد عماد مغني في دمشق والمباني المحيطة التي منها خطط ونفذ المساد عملية الاغتيال ورواية الجديد تناقد ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا تصوير للمرة الأولى في أمكنة ظلت سرية كساكنها رمز الصمت والرجل اللغس